ليلة جميلة وسعيدة لريال مدريد نعم بكل تأكيد كانت ليلة عظيمة جدا ولكل المحبين الذين استمتعوا بأدائنا منذ البداية بدأنا لعبنا مباراة جيدة ولعبنا متقدمين ولم نسمح للأتلاتيك أن يلعب بسلوبه وأعتقد أننا استحققنا هذا الفوز الكبير قبل المباراة كما تعرفت أن أتلاتيكو مدريد هذه السنة ليس هو أتلاتيكو مدريد السنوات الماضية هل كنتم تتوقعون الفوز بثلاثة أهداف؟ قبل المباراة كنا نتحدث وقلنا سنخرج وأن نقدم أفضل ما عندنا وأن نطبق تعليمات المدرب وقمنا بطبق كل شيء ونفذنا كل ما تفقنا عليه في حجرة الملابس لذلك لعبنا مباراة جيدة ولهذا السبب كان فوزا كبيرا نتيجة رائعة ولكن لازلت هناك مباراة أخرى ويجب علينا أن نكون مركزين كما حدث الليلة وأن لا نعقد المباراة الثانية كل شيء ممكن في كرة الخدم ولكن لدينا أسباقي جيدة من المهم جداً كان عليكم أن تفوزه ليس فقط لمسابقة الكأس ولكن أيضاً لتوري بالتأكيد هذا الفوز كان مهماً لأن أخر مبارتين أمام أتلاتيكو وخسرنا وكانت هي أحد الأسباب التي كان علينا أن نحقق الفوز الليلة وحققنا الفوز بشكل جيد ونحن سعداء جداً ليست هناك وقت كبير للراحة أمامنا مباراة كبيرة أمام بيا ريال يوم السبت فريق قوي ويلعب وتكون مباراة صعبة جداً ونحتاج أن نرتاح قليلاً وأن نسعيد تكون مباراة صعبة ولكن ليست كما المباراة التي تعبتها في المدرقال بكل تأكيد كل الفرق التي تأتي إلى البرنابيل عندما يلعبون على أرضهم دائماً لديهم ثقة أكبر ويهاجمون ويلعبون بكثافة ولكن هنا دائماً يتراجعون وينتظرون إذا لم نسجل مبكراً إذن سنعاني ولكن عندما نسجل الأمور كلها تسير بسهولة شكراً جزيلاً